أذكروا علينا في الثانيات الوزاة أذكروا بحفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه الصالحين ولقد قال تعالى في كتابه الكريم والله يعصمك من الناس لقد تآمر المتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادوا له كيدا ولكن وكما قال ربنا سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم مما أراده به آل الشرك فقد أرادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبتوه أن يقيدوه ويحبسوه أو يقتلوه أو يخرجوه من دياره أرادوا ذلك لرسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ولكن دائما وأبدا فالله كما وعد وكما قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إن لا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لقد سلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكر الماكرين لقد تآمروا على قتل رسول الله في بيته وسلم الله نبيه عليه الصلاة والسلام فقد نام في فراشه علي رضي الله عنه وخرج النبي بحصيات قذفها في وجوه أهل الشرك قائلا شاهة الوجوه سلم الله نبيه عليه الصلاة والسلام حتى بلغ عن الله عز وجل أمره الذي أمر بتبليغه صلوات ربي وسلامه عليه فالنوقن جميعا بارك الله فيكم يا أهل الإسلام أن الله عز وجل سينصر دينه وسينصر أولياءه الصالحين قال تعالى وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ لقد قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فلنتفاءل بنصر الله لأهل الإيمان فاسبتوا على دينكم يا أهل الإسلام فإن الله عز وجل ناصركم ومؤيدكم أنا وأستمسكوا بسنة النبي الكريم وهديه صلى الله عليه وسلم وأبشروا وأملوا فلن يتركم الله أعملكم وسيرفع الله رايتكم ويخذل عدوكم وعدوة فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ونعى البتر علينا من فنيات الوداء